السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم ياسف باكري وكي يا جماعة لو انت ومارت تشوف فيديوهاتي ما تنساش تشترك على الزرار سبسكرايب تحت وتفعل زرار الجرس لجنبه عشان يوصل لك نتوفيكيشنز او تنبيات بكل فيديو جديد بنزيع قناة النهاردة عندنا فيديو مهم جدا جدا لو انت لسه هتدخل عايز تحمل برنامج منتاج اللي هو الشهير معروف باسم ادوبي بريمير برو فانت لازم تشوف الفيديو ده وتفهم كل كلمة هقولها دلوقتي في الفيديو عشان تحمل برنامج ادوبي بريمير برو فهو ليه متطلبات تشغيل او سيستم ركوائمنت هفهمك حاجته لو انت عندك نسخة ادوبي بريمير برو اللي هي النسخة اللي انا كنت شريحها تطلع لك في الايفون دي النسخة دي اللي ما بتيجي تسطبها ما بتسطبش معاها الفيجوال سي الفيجوال سي بلاس دي اللي هي اللازم اللغات برمجة اللازمة لتشغيل برنامج ادوبي بريمير برو لان برنامج ادوبي بريمير برو النسخة البرتابلة او المحمولة لما بتيجي تسطبها ما بتسطبش معاها البرامج دي فانت لازم تحمل من على موقع مايكروسوفت تسطبه وبعد كده تثبت ادوبي بريمير برو بريمير برو عشان يشتغل على الجهاز لان ممكن تكون في ناس قالتلي في الفيديو اللي فات ان برنامج مش شغال فهو ده السببب لان النسخة المحمولة ما بتثبتش البرامج اللي بتحتاجها زي النسخة العادية النسخة العادية بتثبت لك كل البرامج اللي بتحتاجها عشان تحمل برنامج ادوبي بريمير برو ايه متطالبات التشغيل لجهازك اللي انت محتاجها عشان تشغل البرنامج بكفاءة عالية اولا هننتقل لحاجة مهمة جدا وهي نسخة الويندوز اللي عندك طبعا في ناس كتيرة سألتني انت ليه تستعمل ويندوز سيفن انا شايف ان نسخة هي احسن نسخة لجميع البرامج سواء كان لادوبي او اي برنامج فهي نسخة كل البرامج بتطور على النسخة دي اللي هي ويندوز سيفن ألتمت اربعة وستين بيت سيرفز باك وان طب ليه انت مش بستعمل ويندوز تين انا قابلتني مشكلة في الاول لما استعملت ويندوز تين وهي ان الويندوز تين كان عندي الامكانيات عندي في الجهاز الى حد ما متوسطة فويندوز تين كان كويس على جهازي جدا جدا وكان سريع وممكن اخف بكتير من ويندوز سيفن واسرع منه حتى في الاقلاع بس قابلتني مشكلة رخمة جدا وهو ان انا ما باجي افتح برنامج ادوبي في المية برو على الويندوز تين كان بيقعد يقطع لما باجي اشتغل على فيديوهات في الطايم لاين يقعد يقطع ويبقى باطيء وكان بيقرفني صراحة فايه الحل المشكلة دي الحل المشكلة دي لان انا كان عندي نسخة اللي هي بتاعها واحد ستة زيرو سبعة اللي هي الف ستومية وسبعة والفرجن ده برامج ادوبي مش بتدعمه يعني حتى لو دخلت عالموقع الرسم كاتبين ان هما بيدعموا ويندوز سيفن نسخة وبيدعموا ويندوز تين بس النسخة اللي هي فيما فوق يعني لو حملت اي نسخة اقل من الف سبعمية وتلاتة مش هتدعم البرنامج عشان كده انا البرنامج كان عندي مش مدعوم وما كانش معايا سريع على ويندوز تين بس الحمد لله اكتشفت الخطأ ده وهي ان انت لازم تحمل نسخة ويندوز تين النسخة واحد سبعة زيرو تلاتة في ما فوق ولو عايز تحمل ويندوز تين سهلة جدا هسيب لك في الايفو ده فيديو لحمد الجارنوسي اكيدنا عارفينه كلكم على اليوتيوب روح للفيديو ده هيقول لك ازاي تحمل نسخة تحديث ابريل اللي هي بتاعة عشان هي دي البرنامج بيدعمها فخش على الفيديو ده روح وحمل ويندوز تين ده لو انت عايز يبقى عندك على جهازك ويندوز تين لكن انت لو عندك ويندوز سيفن ثانبيت اربعة ساتيم فسيبس باك واك otros فهيبقى شغل معاك حلو جدا 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 وكل النسخ لازم المتطلبات بتاعتها عندك نسخة الادوبي بليمي برو سي سي الفين وخمستاشر المتطلبات بتاعتها مانيموم لكن recipe او اللي هو يستحسن يبقى عندك تمانية على عكس برنامج ادوبي بليمي برو سي سي الفين وسبعتاشر بيحتاج على الاقل فيն整 من غ جيجا بايت رام. ويستحسن ستاشر جيجا بايت رام. وبرضو السيسي الفين وطمانتاشر كذلك. ننتقل لحاجة مهمة جدا جدا وهي كروت الشاشة. انا يبقى عندي شاشة ايه? عشان اشغل البرنامج ويشتغل بكفاءة حلوة. زي ما انت شايف عندك دلوقتي قدامك دي الليستة على موقع ادوبي. نفسه الموقع الرسمي كاتب لك الليستة بتاعة اللي هم بيدعموها. وهي بكل اصداراته. وجيتي اكس الف وستين وجيتي اكس الف وتمانين. هي دي كروت الشاشة اللي البرنامج بيدعمها. فانت لو عايز وكلما على فكرة فئات سعرية مختلفة فممكن تشتري الرخيص ممكن تشتري الغالي. بس يكون البرنامج بيدعمه. فانت تاخد كارت شاشة من دول وتروح تشتريه من اي محل وتركبه عندك في البي سي وكده هيبقى عندك البرنامج بيدعمه. كارت شاشة وهيشتغل عليه حلو جدا. ننتقل يا جماعة النقطة مهمة جدا جدا وهي نقطة لو انت امكانيتك ضعيفة الى حد ما او مش عندك مادياتك ما تسمح لكش ان انت تشتري كور اي سيفن او اي معالج في الجيل السادس فانصحك ان انت تشتري دي للفئة اللي هما مش عارفين يشتروا اي سيفن او اي معالج في الجيل السادس سواء كان بقى يعني اي معالج او اي سي جيل السادس اي معالج يكون في الجيل السادس لو انت مش عارف تشتريه فانت يستحسن تشتري يبقى عندك وعندك الكارت الشاشة دي الفئة السعرية يعني انا بقول لك الحاجات اللي هي متوسطة عن الناس ويبقى عندك نسخة الف سبعمية وتلاتة بتاعت فيما فوق او نسخة فهي دي متطلبات التشغيل كنت شريحة النهاردة لان ما فيش حد تشارحها خالص ولا قال انت لازم يقع عندك جهازك امكانياته ايه عشان تشغل البرنامج ده معك بسلاسة ومايتقابلش اي مشكلة في المونتاج والرندر لو انت استفدت جدا جدا من الفيديو ده اتمنى يا جماعة انتوا تدعموني بانتوا تشتركوا في قناة خلاص هانت على عشر تلاف مشترك يا ريت توصلني لعشر تلاف مشترك لان انا نفسي اظهر لناس كتيرة قوي والناس تستفاد من المعلمات اللي انا بقولها لان ما فيش ناس كتير بتشرح في المجال ده فئة قليلة فان عايز ادعم الفئة قليلة دي واكبرها كان معاكم ياسف بكري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى فكرة ممكن تفوت على الانستجرام هتلاقي عندي اكاونت انستجرام هتلاقي في الديسكريبشن تخش تعملي وتكلمني يا جماعة في ناس كتيرة قوي في القناة كلمتني وانا ردت عليهم وحلت لهم مشاكل كتيرة كانت بتقابلهم فانت تخش تكلمني في على الانستجرام وعمل وانا هرد عليك فورا ومش هتأخر عليك في حل اي مشكلة بتقابلك بس كده يا اشتركوا في القناة